عزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثاني والتجاري أهلا بكم مجددا في حلقة من حلقات مادة الرياضة المالية أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول طبعا في الفترة دي أكيد فيه تساؤلات بتطرق لزهنكم زمن الإجابة زمن إجابة الامتحان كم ساعة عدد أسئلة الامتحان كم ساعة درجة الامتحان كم درجة إيه الأفكار اللي بتتكرر في الامتحانات كل دي أسئلة أنا أجاوب حضراتكم عليها في حلقة اليوم أول حاجة زمن إجابة امتحان الرياضة المالية للصف الثاني ساعتين ونصف يبقى زمن الإجابة ساعتين ونصف عدد أسئلة الامتحان كم سؤال أو في بعض الأحيان بيجيلك أربع أسئلة كل سؤال عليه عشر درجات أربع أسئلة في عشر درجات بأربعين درجة المصحح بيقسم على تنين عشان يطلع متوسط الدرجة من عشرين درجة أو بيجيلك خمس أسئلة كل سؤال عليه ثمان درجات خمس أسئلة في ثمان درجات بأربعين درجة مصحح بيقسم على تنين عشان يطلع متوسط الدرجة من عشرين درجة يبقى إذن درجة امتحان الفصل الدراسي الأول من عشرين درجة طب إيه الأفكار اللي بتكرر في الامتحانات معنا النهاردة في حلقة اليوم مجموعة من الأفكار المميزة أفكار سهلة أفكار امتحانات سنوات سابقة تعالوا نشوف السؤال الأول فكرته إيه وإيه معطياته وإيه مطلوبه وإزاي هنوجد المطلوب تعالوا نروح على السؤال الأول السؤال الأول بيقول لي اقترض شخص مبلغ خمستاشر ألف جنيه من بنك لمدة ثلاث سنوات بمعدل فائدة بسيطة تلاتة ونصف في المية كل أربع شهور احسب الفائدة البسيطة المطلوب الثاني جملة ما سدده إحنا متعودين أن بنقرأ السؤال أكتر من مرة في المرة الثانية بندلس السؤال كويس بتشوف إيه الأرقام اللي موجودة في السؤال وإيه المعطيات بتاعتنا بيقول لي اقترض شخص مبلغ خمستاشر ألف جنيه يبقى الخمستاشر ألف جنيه يا شباب اسمها إيه بربو عليك يا بنتي الخمستاشر ألف جنيه دي هي مبلغ القرض طبعا الراجل اقترض من بنك لمدة كم سنة؟ لمدة ثلاث سنوات يبقى إذن المدة بتاعتنا بالسنوات عددها ثلاث سنوات واتفقنا أن المدة بالسنوات بنرمز لها بالرمز نون بمعدل فائدة بسيطة ثلاثة ونصف في المية يهميني قوي إيه اللي مكتوب جنب علامة في المية هل مكتوب كلمة سنويا ولا مكتوب غير ذلك لا مش مكتوب كلمة سنويا ده مكتوب كل أربع شهور يبهينا المعدل ثلاثة ونصف في المية ده معدل جزئي يعني عن جزء من الايه من السنة ودلوقت هنعرف ايه اللي هنعمله مع المعدل الجزئي بالزاب المطلوب الأول بيقولك لو سمحت احسب الفايدة البسيطة المطلوب الثاني مطلوب جملة ما سدده تعالوا نلخص مسألتنا بيقولي اقترض شخص مبلغ خمستاشر ألف جنيه يبقى أنا أقول ألف خمستاشر ألف جنيه من بنك لمدة ثلاث سنوات المدة بالسنوات اتفقنا أن احنا بنرمز لها بالرمز نون يبقى نون هكتب ثلاث سنوات بمعدل فايدة بسيطة تلاتة ونص المعدل بين المزل وبالرمز عين تلاتة ونص في المية كل اربع شهور احسب الفايدة البسيطة الفايدة البسيطة رمزها فيه هحط شرطة احسب جملة ما سدده جيم هحط تحتها شرطة لما جا بص على التلخيص اللي قدامي هلاقي مديني مبلغ مديني مدة ثلاث سنوات مديني معدل جزئي تلاتة ونص في المية كل أربع شهور اتفقنا يا شباب قبل كده أننا لما لاقي المعدل مش مكتوب جنبيه كلمة سنويا ومكتوب جنبيه الرقم الرقم ده جزء من السنة فالمعدل ده بسميه معدل جزئي ما ينفعش أحل بيه المسألة طب أعمل إيه يا مستر؟ أول حاجة لازم تعملها بتحول المعدل الجزئي إلى معدل سنوي إزاي بحول المعدل الجزئي إلى معدل سنوي؟ احنا تعلمنا قبل كده إن المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات الاستحقاق يعني إيه الاستحقاق؟ يعني استحقاق الفايدة يبقى المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات الاستحقاق أو عدد مرات استحقاق الفايدة لما أجي أعوض في القانون بتاعي أقول المعدل السنوي بيساوي فين المعدل الجزئي؟ المعدل الجزئي هو الموجود فوق ثلاثة ونص في أعوض المرات هلاقي مكتوب كل أربع شهور لو البنك بيحسب لي الفايدة كل أربع شهور يعني هيحسبها في السنة كم مرة؟ باجي هنا بقول اتناشر على أربعة يبقى يحسبها لي في السنة الوحدة تلات مرات التلات مرات دي اسمها عدد مرات الاستحقاق أو عدد مرات استحقاق الفايدة؟ لما اضرب التلاتة ونص في تلاتة هيديني المعدل بتاعي كام؟ هيديني المعدل بتاعي عشرة ونص في المية وهنا لازم اكتب كلمة سنويا لأن المعدل ده معدل سنوي يبقى أنا أول حاجة حسبت المعدل السنوي لإني ما كانش ينفع حل المسألة بالمعدل الجزئي بعد كده هروح احسب الفايدة زي ما كلنا تعلمناها وهحسب الجملة برضو زي ما كلنا تعلمناه دلوقتي هكتب قانون الفايدة وكلنا عارفين ان الفايدة بتساوي حاصل ضرب تلات عوامل في بعض اللي هو مبلغ في معدل في مدة يعني الف في عين والمعدل عشان نسبة مقوية فلازم أقسم على مية في المدة عندي لازم أشياء أطلع أشوف المدة نوعها إيه المدة عندي نواة برمز لها بالرمز نون يعني بأقسم على واحد أو بكتب نون وخلاص مش لازم أقسم على واحد تعالوا نعوض في القانون بتاعنا هقول فيه بتساوي هشيل الرمز وحط القيمة بتاعته في نفس المكان ألف فوق بكام بخمستاشر ألف فيه عين فوق بكام يا ترى هاخد التلاتة ونص ولا هاخد العشرة ونص اتفقنا ان احنا ما انفعش نستخدم المعدل الجزئي لابد حل المسألة بالمعدل الايه السنوي يبقوا العشرة ونص على كام على مية فيه نون عندي بكام نون بتلاتة هروح بالقالة الحزبة بتاعتي هضرب خمستاشر ألف في عشرة ونص نص ناتج 4725 جنيه يبقى البنك حسب علي فايدة كام 4725 جنيه بعد كده المطلوب اللي بعد كده بيقول لي احسب الجملة او جملة المستحقة على الشخص او جملة ما يسدده للبنك كله بمعنى ايه واحد هاجي هكتب قانون الجملة جيم بتساوي الراجل اقترض مبلغ والبنك حسب عليه فايدة يبقى جملة ما عليه او جملة ما يسدده هاجمع المبلغ اللي الراجل اقترضه زائد الفايدة اللي البنك حسبها عليه يبقى هاجي هنا هقول جيم بتساوي الف عندي بخمستاشر الف زائد الفايدة اللي البنك حسبها على الراجل حسب عليه 4725 لما اجمع الـ 15000 مع الـ 4725 هتطلع معاي الجملة تساعتاشر الف سبعمية خمسة وعشرين جنيه ابنائي وابناتي الطلبة السؤال اللي معايا كان فيه ايه السؤال اللي معايا كان فيه مبلغ 15000 كان فيه مدة ثلاث سنوات كان فيه معدل جزئي ثلاثة ونصف في المية كل اربعة شهور مطلوب مني فايدة وجملة اول ما قرأت المسألة ولقيت ان المعدل اللي معايا معدل جزئي اول حاجة رحت حولت المعدل الجزئي الى معدل سنوي حسبته ازاي او حولته ازاي المعدل السنوي بيساوي المعدل الجزئي في عدد مرات استحقاق الفايدة حسبت المعدل السنوي بتاعي لاني ما كانش ينفع حل المسألة بالمعدل الجزئي وبعد كده كتبت قانون الفايدة اللي هو حاصل ضرب الثلاث عوامل في بعض مبلغ في معدل في مدة مع مراعاة من المدة اللي معايا مدة بالسنوات حسبت الفايدة بتاعتي طلعت 4725 جنيه بعد كده رحت حسبت جملة المستحقة او جملة ما يسدده الشخص للبنك الراجل هيسدد للبنك المبلغ اللي اخترضه زائد الفايدة اللي البنك حسبها عليه جمعت 15000 زائد 4725 طلعت معايا الجملة 19725 جنيه تعالوا نروح على السؤال التاني نشوف ايه فكرة السؤال التاني السؤال التاني بيقول لي اوضع تاجر مبلغ 6000 جنيه في بنك وبعد 36 شهر وجد جملة ما له في البنك 7890 جنيه احسب معدل الفايدة قررنا السؤال عن اقراكة من مرة عشان ندرسه كويس ونشوف ايه المطلوب اوضع تاجر مبلغ 6000 جنيه يبقى ايزا المبلغ اللي قدامي في السؤال 6000 جنيه اوضعوا البنك وبعد 36 شهر بل المدة بتاعتي كام المدة بتاعتي 36 من السنة ولا يوم ده 36 شهر يبقى ايزا المدة اللي معايا مدة بالايه بالشهور وجد جملة ما له في البنك يبقى الرقم اللي جاي ده اسمه ايه يا شباب برافو عليك يا بنتي الرقم اللي جاي ده اسمه جملة يبقى جملة الجملة عندي كام 7890 جنيه مطلوب مني احسب معدل الايه الفائد تعالوا الروح نلخص السؤال بتاعنا اوضع تاجر مبلغ 6000 جنيه المبلغ كلنا بنرمز له بالرمز الف يبقى الف هكت بتاعتيها 6000 جنيه في بنك وبعد 36 شهر يبقى المدة اللي عندي بالشهور والمدة بالشهور برمز لها بالرمز هقول 36 شهر وجد جملة ما له في البنك الجملة بنرمز لها بالرمز جيم 7890 جنيه ايه المطلوب بيقول لي احسب معدل الفائدة المعدل برمز له بالرمز عين وهحط تحت العين شرطة لان المعدل هو اللي مطلوب مني يبقى مديني مبلغ مديني مدة مديني جملة بيقول لي لو سمحت احسب معدل الايه الفائدة عشان احسب المعدل او المدة يا شباب لابد اكون عارف رقم الفائدة يعني لازم اكون عارف الفائدة كام هل في التلخيص اللي قدامي ده فيه رقم للفائدة برافو عليك يا ابني ابني من ابنائنا بيقول لي مفيش فائدة بس نقدر نجيب الفائدة برافو عليك هنجيب الفائدة ازاي يا شباب هو اللي عامل السؤال مديني حكتين اتنين عشان اطلع منهم الفائدة مديني مبلغ ستلاف جنيه ومديني جملة سبعة تلاف تمنمية وتسعين جنيه عشان اطلع من الاتنين دول الايه الفائدة ازاي هطلع الفائدة كلنا عارفين ان الفائدة بتساوي جيم ناقص الف يعني انا حطيت في البنك ستلاف جنيه لقيتهم كام سبعة تلاف تمنمية وتسعين يبقى الزيادة دي هي الايه الفائدة بمعنى ان انا هقول في بتساوي جيم عندي بكام سبعة تلاف تمنمية وتسعين جنيه ناقص الالف عندي بكام بستة الاف جنيه هتروح بالالة هتقول سبعة تلاف تمنمية وتسعين ناقص ستة الاف هيطلع معاك الناتج الف تمنمية وتسعين الف تمنمية وتسعين جنيه كان لازم اعرف رقم الفائدة ليه يا شباب لان انا بحسب المعدل او المدة باستخدام قانون الفائدة اللي هو حاصل ضرب التلات عوامل في بعض يبقى انا دلوقتي هكتب قانون الفائدة اللي هو فيه بتساوي الف في عين على مية في المدة عندي فوقه بالايه بالشهور يبقى اقول فيه شين وكلنا عارفين ان في حالة المدة بالشهور بقسم على كام على اتناشر هو انا يا شباب بكتب القانون ده ليه عشان احسب الفيه ولا الالف ولا العين ولا الشين اه انا بكتب القانون ده لان انا مطلوب عندي العين يبهاجي على العين كده وهروع عامل دايرة صغيرة كده عشان لما اجا عوض في القانون هعوض ابتداء من حرف الفيه ولما اوصل للعين هنزل بالعين في نفس المكان لحد ما طلع خيمتها زي ما هنشوف دلوقتي تعالوا نعوض في كل الرموز مع هذا العين فيها عندي بكام انا مطلعها فوق فيها مطلعها بالف تمنمية وتسعين جنيه الف الف بكام بستة آلاف جنيه في عين هل العين ليها رقم فوق لا ما احنا اتفقنا ان احنا هنكتب العين في نفس المكان على كام على مية في شين شين عندي بكام شين بستة وثلاثين مقسومة على كام على اتناشر لاني طبعا المدة بالايه بالشهور الخطوة اللي جاية بعمل ايه يا شباب المعدل دا بطلعه قبل عدم تتساوي وباخد شرطة كاس ساهم بينزل يضرب من الفايدة في الارقام اللي تحت الكلام دا بكتبه فوق شرطة الكس يعني هضرب 1890 في في كام يا شباب في مية في في كام تاني في اتناشر يبقى ضربت 1890 في اللي تحت باقي عندي فوق ايه باقي عندي تلت حاجات باقي الستة لاف والعين والستة وتلاتين العين طلعتها برا يبقى باقي عندي الستة لاف والستة وتلاتين يبقى هنزل تحت اقول على 6000 في 36 يساوي زي ما اتفقنا قبل كده المفروض ان انا بروح اخد شرطة كسر واضرب اللي فوق وبعدين اضرب اللي تحت وبعدين اقسم اللي فوق على اللي تحت عشان اطلع الناتج كلنا اتعلمنا مع بعض طريقة سهلة وجميلة بخلص بيها الكلام ده وبكتب الناتج على طول عشان ما ضيعش وقت الايه الامتحام بعمل ايه يا شباب طول ما انا فوق شرطة الكسر بضرب اول منزل طبعا بالالة الحزبة ها بابدأ ايه اقسم بمعنى هعمل ايه في الالة الحزبة او الالف تمنمية وتسعين في مية في اتناشر على ستلاف على كم تاني ستة وتلاتين هلاقي المعدل طلع معايا في الالة عشرة ونص وعشان ده معدل نسبة مقوية فهكتب كلمة في المية واكتب كلمة ايه سنوي علامة في المية واكتب كلمة سنوي ابنائي وبناتي السؤال اللي معايا كان مضمونه ايه مديني مبلغ ستلاف جنيه مديني مدة ستة وتلاتين شهر مديني جملة مش فايدة مديني جملة سبعة تلاف تمنمية وتسعين جنيه طبعا عشان مديني مبلغ ومديني جملة اول حاجة عملتها رحت حسبت الفايدة قلت فيه بتساوي جيم ناقص الف طرحت سبعة تلاف تمنمية وتسعين ناقص ستلاف طلعت الفايدة معايا الف تمنمية وتسعين جنيه انا ليه بحسب الفايدة او لازم اكون عارف رقم الفايدة عشان بعد كده بروح اكتب قانون الفايدة بضرب مبلغ في معدل في مدة وبعوض في كل الرموز اللي معايا في القانون ما عاد حرف العين لان المعدل هو اللي مطلوب وبعد كده ببدأ اعوض في القانون بتاعي واطلع العين برة ونتخلص من الكلام زي ما احنا شفناه طبعا في السؤال اللي معايا طلع المعدل كان عشرة ونص ولازم اكتب جنبيه علامة في المية وجنبيها كلمة سنويا لان المعدل دايما بيبقى نسبة ايه ما او ايه خلينا نروح على السؤال التالت نشوف ايه فكرته السؤال التالت بيقول لي اوضع تاجر مبلغ في بنك لمدة 180 يوم بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا وفي نهاية المدة بلغ رصيده في البنك 12720 جنيه احسب اصل المبلغ قرينا السؤال هنقرى كمان مرة عشان نعرف ايه المعطيات وايه المطلوب اوضع تاجر مبلغ طالما جنب المبلغ ما كتبش رقم يبقى افهم من كده ان المبلغ هو المطلوب اوضع الراجل تاي طبعا مبلغ في بنك لمدة 180 يوم يبقى المدة المعايا مش 180 سنة ولا 180 شهر ده 180 يوم يعني المدة بالايام وكلنا عارفين ان المدة بالايام برمز لها بالرمز ايه يا شباب برافو عليك يا ابني بالرمز ايه بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا في ابن من ابنائنا بيقول لي هنا المعدل سنوي يبقى ما فيش فيه مشكلة برافو عليك طالما المعدل سنوي هحل بيه المسألة عادي وفي نهاية المدة بلغ رصيده اتفقنا كلمة الرصيد معناها الجملة يبقى ازا الرصيد او الجملة في البنك 12720 جنيه طب ايه اللي مطلوب مني بيقول لي من فضلك احسب اصل المبلغ تعالوا نلخص المسألة اودع تاجر مبلغ ومفيش رقم يبقى ايزا اقول الالف هحط تحتيها شرطة يبقى الالف اللي مطلوب في بنك لمدة 180 يوم المدة بالايام برمز لها بالرمز ايه 180 يوم بمعدل فائدة بسيطة المعدل برمز له بالرمز عين المعدل 12% سنويا وطالما كلمة سنويا موجودة يبقى ما فيش اي مشاكل بلغ الرصيد الرصيد يعني معناها الجملة الجملة اللي معايا كام 12720 جنيه لما اجي يا شباب ابص على التلخيص بتاعي هلاقيه مديني مدة مديني مدة بالايام مديني معدل سنوي مديني جملة وبيقول لي لو سمحت احسب المبلغ يعني مطلوب مني احسب المبلغ بمعلومية الجملة وطالما بمعلومية الجملة يعني باستخدام قانون الجملة المباشر اللي هنشوفه دلوقتي طب لو بدل الجملة دي مديني فايدة يبقى انا هحسب المبلغ باستخدام قانون الفايدة اللي هو حاصل ضرب بتلت عوامل في بعض وهنا عشان مديني جملة مش هستخدم قانون الفايدة هستخدم قانون الجملة اللي هو بيقول لي جيم بتساوي الف افتح القوس بتاعي واحد زائد عين عالمية في المدة اللي قدامي في السؤال اللي هي رمزها هي على كام على تلتمية وستين يبقى دا القانون اللي هتطلع منه المبلغ المبلغ اللي هو رمزه ايه الف يبقى يا شباب انا بكتب القانون دا مش عشان احسب منه جملة الجملة موجودة عندي فوق انا بكتبه عشان احسب منه المبلغ اللي هو رمزه الف يعني هاجي على حرف الالف هعمل دايرة بمعنى ان انا هعوض في كل الكلام اللي قدامي فيما عادة حرف الالف هعوض ابتداء من حرف الجيم جيم جيم بيكان فوق باثناشر الف سبعمية وعشرين يبقى اتناشر الف سبعمية وعشرين بتساوي الف افتح القوص واحد زائد هشيل المعدل بتاعي وحط رقمه المعدل فوق اتناشر على مية في يهفوق بكام بمية وتمانين على تلتمية وستين هنزل بالاثناشر الف سبعمية وعشرين بتساوي الف في هتخلص من القوص اللي قدامي ابن من ابنائنا يقول لي ده القوص اللي قدامي فيه جمع وضرب واسمة هتخلص من الكلام ده ازاي هقول لك بمنتهى السؤولة حتى لو معاك آلة حزبة من قلات الحزبة الصغيرة البسيطة دي هنشتغل من على الشمال يلا مع بعض في الآلة الحزبة هنقول مية وتمانين على تلتمية وستين في اتناشر على مية يساوي زائد واحد يساوي هقول كمان مرة يا شباب هشتغل من على الشمال مية وتمانين على تلتمية وستين في 12 على 100 يساوي زائد 1 يساوي هلاقي الناتج تلع معايا واحد وستة من مية طيب أنا عايز أحسب قيمة ألف هعمل إيه؟ هطلع ألف برة وطالما ألف مكانها بعد علامة التساوي وأنا خلتها قبل لابد أغير الإشارة اللي قدامي لو هي في أخليها على لو هي زائد أخليها ناقص طبعا الإشارة اللي معايا فيه هخليها إيه؟ على يعني هقسم اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي يعني هقسم 12720 على 1.6 مية بالآلة الحسبة كده لما تقسم 12720 على 1.6 مية هلاقي الناتج تلع معايا 12 ألف جنيه يبقى إذن المبلغ كامية شباب 12 ألف جنيه أبنائي وأبناتي الطلبة إيه فكرة السؤال اللي كان معايا كان مديني مدة بالأيام 180 يوم مديني معدل 12% مديني رقم للجملة أو الرصيد وبيقولي من فضلك احسب المبلغ يعني مطلوب احسب المبلغ بمعلومية الجملة وعشان الجملة رقمها معلوم رحت استخدمت قانون الجملة المباشر في إيجاد المطلوب وهو المبلغ لو كان بدل الجملة مديني فايدة كنت هروح استخدم قانون الفايدة في إيجاد المطلوب وهو المبلغ استخدمت قانون الجملة المباشر عوضت في كل الرموز اللي في القانون معدى حرف الألف عوضت طلعت الألف بره أسمت اللي قبل علامة التساوي على اللي بعد علامة التساوي طلع معايا المبلغ 12 ألف جنيه يعني حسبت المبلغ بمعلومية الجملة يعني باستخدام قانون الايه الجملة تعالوا نروح على السؤال الرابع نشوف ايه فكرة السؤال الرابع السؤال الرابع بيقول لي يودع شخص في بنك دفعة متساوية مبلغها 500 جنيه منتصف وآخر كل شهر ولمدة عشر شهور بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا احسب جملة الدفعات هنقرأ كمان مرة يودع شخص في بنك دفعة أول ما قرأت كلمة دفعة عرفت من المسألة اللي قدامي على موضوع الدفعات طيب الراجل بيودع دفعة متساوية مبلغها كام 500 جنيه يبقى إذن مبلغ الدفعة 500 جنيه طب الإداء امتى قال لي منتصف وآخر كل شهر أفهم إيه من الكلام ده يا شباب أفهم إن الراجل بيروح في نص الشهر يحط دفعة وآخر الشهر يحط دفعة يعني بيحط في الشهر كم دفعة يا شباب برابو عليك يا بنتي بيحط دفعتين في الشهر يعني بيحط دفعة كل نص شهر أنا سامع ابني من أبنائنا بيقول لي يعني مدة الدفعة 15 يوم أقول لك لأ يا ابني إحنا في منهج في موضوع الدفعات ما بنتعاملش مع مدة بالأيام كل تعاملنا مع المدة بالإيه بالشهور هنا ما فيش حاجة اسمها 15 يوم هنا فيه حاجة اسمها نص شهر يعني 50 من 100 من الإيه من الشهر طب الدفعة اللي معايا هنا نوعها ايه يا شباب برابو عليك يا بنتي بتقول لي الدفعة نوعها عادية عشان كلمة آخر ما هو بيقول لي منتصف وآخر كل شهر يبقى كلمة آخر بتقول لي ان الدفعة نوعها ايه عادية طيب المدة كلها اللي هي مدة الدفعات كام الرجل استمر في الإيداء على مدة 10 شهور البنك بيدي له فوائد بمعدل 12% سنويا مطلوب مني أحسب جملة ايه الدفعات تعالوا يا شباب نلخص المسألة بتاعتنا هنقول الدفعة الدفعة بنرمز لها بالرمز ديل الدفعة عندي خيمتها 500 جنيه طب الدفعة نوعها ايه قلنا طالما الرجل بيقول لي منتصف وآخر كلمة آخر بتقول لي ان الدفعة نوعها عادية الدفعة الدفعة مبلغها 500 ونوعها عادية عشان كلمة آخر طيب عايزة اقول مدة الدفعة مدة الدفعة طبعا احنا اتفقنا مش هنكتب 15 يوم اتفقنا ان النص هتبقى 50 من 100 من الشهر دي اللي هي مدة الايه الدفعة ولمدة عشر شهور يبقى المدة كلها عشر شهور بمعدل فائدة بسيطة المعدل 12% سنويا ايه المطلوب مني يا شباب مطلوب مني احسب جملة الدفعات اللي هي برمز لها بالرمز جيم عشان احسب جملة الدفعات يا شباب فيه ثلاث حاجات تجهيز شغل لازم احسبهم قبل ما اعمل اي حاجة ايه هما الثلاث حاجات لازم احسب عدد الدفعات اللي هي برمز لها بالرمز نون لازم احسب مدة اول دفعة اللي هي برمز لها بالرمز شين لازم احسب مدة اخر دفعة اللي هي برمز لها بالرمز شين شرطة يبقى هحسب نون وشين وشين شرطة هحسبها ازاي نون كلنا عارفين ان نون بتساوي المدة كلها على مدة الدفعة المدة كلها على مدة الدفعة يعني عشرة على نص هتساوي عشرين دفعة لما بقسم على نص يا شباب زي ما اكون بضرب في اتنين بالضبط عشرة على نص يعني زي عشرة في اتنين بكام بعشرين هروح احسب شين ارجع لنوع الدفعة تاني الدفعة نوعها عادية شين في حالة الدفعة العادية بطرح المدة كلها من مدة الدفعة يعني الرقامين اللي انا اسمهم بطرحهم من بعض يعني هروح اقول عشرة ناقص خمسين من مية هتساوي تسع علامة خمسين من مية شهر لان دي مدة يبقى نون دفعة شين مدة واتفقنا ان قبل كده دائما وابدا في حالة الدفعات العادية شين شرطة بتساوي ايه؟ بتساوي صفر جهزت شغلي حسب تنون وشين وشين شرطة هروح اكتب قانون الجملة اللي هعوض فيه بعد كده قانون جملة الدفعات ايه؟ كلنا عارفين ان جين بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر يبقى جين بتساوي ايه شباب؟ جين بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر طيب انا بكتب القانون ده عشان احسب منه ايه شباب مطلوب مني فوق الجيم يبقى حرف الجيم هي اللي هتاني نزل بيها وهعوض في كل الرموز اللي قدامي عشان اطلع قيمة جيم اللي هي ايه؟ الجملة تعالوا نعوض في القانون بتاعنا جيم هنزل بيها زي ما هي دال دال فوق بكام بخمسمية في نون فوق بكام بعشرين زائد براحتي كده وعلى قليل من مهل عشان ما اغلطش دال فوق بكام بخمسمية في عين اللي هو المعدل فوق باتناشر على مية في نون عندي فوق بكام انا امطلعها بعشرين يبقى عشرين على اتنين في شين زائد شين شرطة شين عندي بتسعة ونص وشين شرطة بصفر بيبقى مجموعهم تسعة ونص على كام على اتناشر هنزل بالجيم تاني هضرب خمسمية في عشرين هتديني عشر تلاف جنيه طبعا حضرتك معاك الالة الحسبة وشغال معايا لان احنا اتفقنا ان احنا قبل بداية الحلقة نجهز الادوات بتاعتنا عشان نشتغل مع بعض هروح بالالة هضرب خمسمية في اتناشر في عشرين في تسعة ونص على الفين وربعمية او نعمل زي ما احنا قولنا قبل كده طول ما انا فوق طول ما انا فوق بضرب انزل تحت اقسم يعني اقول خمسمية في اتناشر في عشرين في تسعة ونص على مية على اتنين على اتناشر برضو هتطلع نفس الايه الناتج لما اعمل الكلام ده بالالة الحزبة هلاقي الناتج طلع معايا ربعمية خمسة وسبعين جنيه هروح دلوقتي هجمع عشر تلاف زائد ربعمية خمسة وسبعين هيطلع معايا الناتج عشر تلاف ربعمية خمسة وسبعين جنيه والرقم ده هو جملة الايه الدفعات ابنائي وبناتي الطلبة ايه فكرة السؤال اللي معايا فكرة السؤال اللي معايا مديني دفعة خمسمائة جنيه الدفعة دي بتتدفع منتصف واخر كل شهر يعني معنى كده ان الدفعة مدتها نص شهر وعشان كلمة اخر عرفت نوع الدفعة ان الدفعة دي نوعها ايه عادية مدة الدفعة خمسين من مية من الشهر عشان الراجل بيدخل البنك مرتين مرتين في الشهر مديني طبعا الراجل استمر يوضع لمدة عشر شهور يعني مدة الدفعات عشر شهور المعدل إثناشر في المية وطالب مني أحسب جملة الدفعات أول حاجة رحت عملتها حسبت نون والشين والشين شرطة نون حسبتها إزاي أسامت المدة دفعة يعني عشر على نص يعني عدد الدفعات عندي عشرين دفعة رحت حسبت شين شين في حالة الدفعة العادية بتساوي المدة كلها ناقص مدة الدفعة قلت عشرة ناقص نص طلعت معايا مدة اول دفعة تسعة ونص شهر او تسعة شهور ونص ودائما وابدا في الدفعات العادية شين شرطة اللي هي مدة اخر دفعة بتساوي صفر لاني بحط الفلوس وتاني يوم بروح اسحب الليلية في البن حسبت نون وشين وشين شرطة رحت كتبت قانون الجملة بتاعي اللي هو بيقول يدال في نون زائد دال في عين عالمية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر عوضت في كل الرموز مع عادة حرف الجيم لان الجملة هي اللي مطلوبة طبعا عوضت ونزلت بالجيم لحد اخر خطوة طلعت معايا جملة الدفعات بكام طلعت بعشر تلاف ربعمية خمسة وسبعين جنيه خلينا نروح على السؤال الخامس نشوف ايه فكرة السؤال الخامس السؤال الخامس بيقول اقترض شخص مبلغ خمسين الف جنيه لمدة سنتين بمعدل فائدة بسيطة اتناشر في المية سنويا على ان تدفع فائدته بصفة دورية في نهاية كل اربع شهور احسب الفائدة الدورية عدد الفوائد الدورية مجموعة الفوائد الدورية فائدة القرض يبقى كام مطلوب يا جماعة اربع مطاليب هنقرأ السؤال تاني اقترض شخص مبلغ خمسين الف جنيه يبقى مبلغ القرض كام خمسين الف جنيه لمدة سنتين يبقى المدة عندي كام سنتين يعني اربعة وعشرين شهر بمعدل فائدة بسيطة اتناشر في المية سنويا يبقى المعدل بتاع اتناشر في المية وطبعا مكتوب كلمة سنويا يعني ده معدل سنوي مفيش اي مشكلة هنحل بيه المسألة على ان تدفع فائدته بصفة دورية في نهاية كل اربع شهور يعني معنى كده ان مدة الفائدة الدورية اربع شهور يبقى عايزين نفرق يا شباب بين مدتين هنا في السؤال بيقول لي فوق لمدة سنتين السنتين دي هي ايه هي مدة القرض كله وتحت بيقول لي ان الفائدة الدورية هتتسدد في نهاية كل اربع شهور يبقى الاربع شهور دي هي مدة الفائدة الدورية يبقى الاربع شهور مدة فائدة دورية والسنتين مدة الايه يا جماعة مدة الايه القرض او الفائدة بتاع الايه القرض اللي احنا هنحسب مطلوب من الفائدة الدورية عدد الفوائد مجموع الفوائد فائدة القرض في نهاية الايه المدة تعالوا نروح نلخص مسألتنا زي ما تعودنا طبعا القرض عندي بخمسين الف جنيه هقول الف هكتب تحتيها خمسين ألف جنيه لمدة سنتين يبقى هنا أقول مدة القرد مدة القرد أو المدة كلها كام يا شباب سنتين يعني أربعة وعشرين شهر بمعدل فائدة بسيطة المعدل عندي إتناشر في المية سنويا طبعا للفائدة اتفقنا أن مدة الفائدة كام يا شباب أربع شهور طبعا أنا مطلوب مني أربع مطاليب المطلوب الأولاني اللي هو الفائدة الدورية إزاي لحسب الفائدة الدورية هقول الفائدة الدورية بتساوي الفائدة الدورية دي يا شباب فائدة زيها زي أي فائدة حاصل ضرب الثلاث عوامل بتوع الفائدة اللي هو المبلغ في المعدل في المدة زي ما تعلمنا قبل كده يعني ألف في عين على مية في المدة عندي هنا بالشهور بس أنا بحسب فائدة دورية هكتب كده مدة الفائدة الدورية على مدة الفائدة فوق بالشهور يعني هقسم على كام على 12 ده قانون الفائدة الدورية المبلغ في المعدل العالمية في مدة الفائدة على 12 هعود في القانون بتاعي هقول الفائدة الدورية بتساوي الألف فوق بكام بخمسين ألف في المعدل عندي كام 12 على 100 في مدة الفائدة كام يا ترى أربعة ولا أربعة وعشرين لا مدة الفائدة أربعة شهور ودايما هي بتبقى المدة الأصغر هروح بالقالة الحسبة بتاعتي هضرب خمسين ألف في اتناشر في أربعة على ألف ومتين هتطلع معايا الفائدة قيمتها ألفين جنيه حسب المطلوب الأولاني هروح على المطلوب التاني المطلوب التاني بيقول لي احسب عدد الفوائد الدورية هقول له عدد الفوائد الدورية بتساوي عدد الفوائد الدورية دي في حسابها يا شباب بالضبط زي عدد الدفعات هقول المدة كلها على مدة هناك كنا بنقول على مدة الدفع هنا أقول على مدة الفائدة هعوض هقول عدد الفوائد بتساوي المدة كلها فوق كام؟ 24 شهر على مدة الفائدة كام؟ 4 هتساوي كام؟ 24 على 4 فيها 6 هنقول 6 وال6 دي عشان عدد فوائد هقول 6 فوائد تمام كده يا شباب؟ تمام بعد كده هروح احسب مجموع الفوائد الدورية هقول له مجموع الفوائد الدورية بتساوي الفائدة الوحدة اللي هي الفائدة الدورية في عدد الفوائد تعالوا كده هنقول مجموع الفوائد الدورية بتساوي الفائدة اللي احنا حسبناها طلعت كام؟ 2000 جنيه ادي 2000 جنيه في عدد الفوائد كام؟ 6 فوائد لما اضرب لما اضرب الالفين في ستة هتطلع معايا بالآلة اتناشر الف جنيه يبقى انا كده حسبت كام مطلوب يا شباب؟ حسبت المطلوب الاول اللي هو الفايدة الدورية ضربت المبلغ في المعدل في مدة الفايدة يعني آلف في عين عالمية في مدة الفايدة على اتناشر تلعت الفايدة الفين جنيه عدد الفوائد حسبناها زي ما بنحسب عدد الدفاعات يعني المدة كلها على مدة الايه؟ الفايدة المدة كلها 24 ومدة الفايدة 4 يبقى 24 على 4 فيها 6 ايه فوائد مجموع الفايد الدورية هو ناتج ضرب الفايدة الدورية في عددها الفايدة بألفين جنيه وعدد الفايد 6 يبقى الألفين في 6 بكام باثناشر ألف باقي مطلوب هنعمله في الصفحة اللي جاية المطلوب الأخير اللي هو فايدة الايه القرد فايدة القرد بتتحسب ازاي زيها زي اي فايدة حاصل ضرب الثلاث عوامل في بعض فايدة القرد بتساوي القرد اللي هو المبلغ اللي هو آلف في المعدة العالمية في مدة القرد على اتناشر لو كان بالشهور لو كان بالسنوات بقول في مدة القرد وخلاص هاجي تحت اقول فايدة القرد فايدة القرد بتساوي احنا القرد هنا كام يا جماعة خمسين الف جنيه في المعدل كلنا فاكرين انه هو اتناشر عالمية في مدة القرد عندي كام اربعة وعشرين على كام على اتناشر لو هقول سنتين هقول اتنين ومش هقسم على حاجة تحت اقول فايدة القرد هتساوي هروح بالقالة الحزبة هضرب خمسين الف في اتناشر في اربعة وعشرين على الف ومتين هلاقي فايدة القرد طلع معايا كام اه اتناشر الف جنيه هاجي نهوا تحت اقول خد بالك هل فيتنظرك لحاجة مهمة جدا لما نرجع للورقة اللي قبل كده حسبنا الفايدة 2000 حسبنا عدد الفوائد 6 مجموع الفوائد الدورية اتناشر الف لما بص على مجموع الفوائد الدورية اتناشر الف وفايدة القرد طلعناها كام تلقت اتناشر الف يبقى لازم مجموع الفوائد الدورية تساوي فايدة الايه القرد احنا قلنا خد بالك لابد من من تساوي مجموع الفوائد الدورية مع ديني قرد 50 الف جنيه مدة القرد سنتين يعني 24 شهر القرد ده هو بيسدد على فوائد دورية مدة الفايدة 4 شهور طبعا كان طالب مني 4 حاجات بيقول لي احسب الفايدة الدورية رحنا حسبنا الفايدة الدورية ضربنا المبلغ في المعدل في المدة والمدة هنا هي مدة الفايدة الدورية اللي دايما بيكون اصغر حسبنا الفايدة الدورية رحنا حسبنا عدد الفوائد الدورية ازاي باحسب عدد الفوائد الدورية بأسم المدة كلها على مدة الفايدة زي ما كنا بنحسب عدد الدفعات بس هناك كنا بنقول المدة كلها على مدة الدفعة هنا بقول المدة كلها على مدة الفايدة طلعت معايا عدد الدفعات 6 دفعات بعد كده رحت حسبت مجموعة الفوائد الدورية وحسبت مجموعة الفوائد الدورية ازاي ضربت لقيبة الفايدة الوحدة في عدد الفوائد كانت الفايدة الدورية ب2000 وعددها 6 ال2000 في 6 طلع معايا مجموعة الفوائد 12000 جنيه قبل ما اروح احسب فايدة القرد لازم احط في اعتباري ان لازم ناتج الخطوة الاخيرة اللي هي فايدة القرد لازم برضو تساوي 12 الف جنيه اللي هي مجموعة الفوائد الدورية كتبت او عوضت في قانون فايدة القرد دربت القرد اللي هو 50 الف جنيه في 12 عالمية في مدة القرد اللي 24 شهر على 12 طلع معايا الناتج 12 الف جنيه وهنا تساوى مع مجموعة الفوائد الدورية يبقى انا كده شغلي صح خلينا نروح على السؤال السادس نشوف ايه فكرة السؤال السادس السؤال السادس بيقول اقترض شخص مبلغ انروح على السؤال السادس اسف السؤال السادس بيقول يوضع احد التجار في بنك تفع فورية ربع سنوية بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا وفي نهاية سنتين وجد ان رصيده 9080 جنيه احسب مبلغ دفعة هنقرأ تاني بيقول ليوضع احد التجار في بنك دفعة فورية يبقى انا هروح الخصها هقول دال فورية دال فورية ها بكم مدهاش رقم يبقى انا هكتب هنا شرطة ربع سنوية يعني مدة دفعة الدفعة ربع سنوية يعني معناها ثلاث شهور بمعدل فائدة بسيطة 12% سنويا يبقى عين 12% سنويا وفي نهاية سنتين يبقى المدة كلها سنتين يعني 24 شهر وجد ان رصيده الرصيد هنا اللي هو جملة الدفعات 9080 جنيه مطلوب مني احسب ايه سباب مطلوب مني احسب قيمة الدفعة يبقى مديني مدة دفعة مديني المدة كلها مديني المعدل مديني جملة الدفعات وبيقولي احسب قيمة الدفعة يبقى انا هحسب قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات يعني باستخدام قانون جملة الايه الدفعات قبل ما هكتب قانون جملة الدفعات عشان اطلع منه قيمة الدفعة لابد احسب ثلاث حاجات نون وشين وشين شرطة نون هحسبها ازاي يا شغاب اتفقنا ان نون لما باجي احسبها بقسم المدة كلها على مدة الدفعة 24 على 3 هتطلع معايا 8 دفعات لما اجي احسب شين هطلع على نوع الدفعة هلاقيها دفعة فورية في حالة الدفعة الفورية شين بتساوي ايه يا جماعة بتساوي المدة كلها او الرقم اللي فوق وشين شرطة بتساوي مدة الدفعة او الرقم اللي تحت يبقى اوتوماتيك كده وهاخد ال 24 هكتبها هنا والتلاتة هكتبها هنا 24 شهر وتلات ايه شهور جهزت شغلي جهزت شغلي هروح اكتب جيم بتساوي دال في نون زائد دال في عين على مية في نون على اتنين في شين زائد شين شرطة على اتناشر ها هعوض في القانون بتاعي جيم عندي بكام 9080 هتساوي دال فوق ملهاش رقم نون عندي بتمانية دال ملهاش رقم المعدل اتناشر على مية نون عندي بتمانية على اتنين في شين زائد شين شرطة 24 زائد 3 27 على اتناشر هنزل بتسع تلاف وثمانين دال في تمانية بتمانية دال زائد اتناشر في تمانية في 27 على الفين وربعمية هتطلع معايا واحد علامة زيرو تمانية دال هنزل بالتسعتلاف وتمانين ها تمانية زائل واحد وتسعة واحد وتمانية من مية تسعة وتمانية من مية دال هطلع دال برا وهقسم تسعة تلاف وتمانين على تسعة على مزير وتمانية هيطلع معايا الناتج كام هيطلع معايا الناتج الف جنيه يبقى أنا كده شباب حسبت قيمة الدفعة بمعلومية جملة الدفعات يعني باستخدام قانون جملة الدفعات يبقى احنا النهاردة كان معانا مجموعة من الافكار السؤال الاولاني كان مديني مبلغ ومعدل ومدة وبيقول لي احسب الفايدة والجملة السؤال التاني مديني مبلغ وجملة وبيقول لي احسب المعدل السؤال التالت كان مديني جملة وبيقول لي احسب المبلغ وحسبت المبلغ باستخدام قانون الجملة المباشر السؤال اللي بعد كده كان مطلوب فيه جملة دفعات السؤال الاخير طبعا مديني جملة دفعات وبيقول مبلغ الدفعة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم أشكركم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير الحلقة القادمة مع تحياتي وتحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء